وتفاصيل الخبر يقول حدثت مواجهة عنيفة بين مجموعتين من أصول مهاجرة ويقول أنه تم استخدام سكاكين ومسدس غاز وأصيب عدد من المتورطين بالمواجهة وبعضهم في حالة خطرة وتم اعتقالهم في هذا الخبر أيضا أصبح المزيد من التفاصيل معروفة بعد عملية الشرطة والسعة النطاق في ساعات المساء من عيد الغطاس أو أمس الخميس في محطة القطار الرئيسية في فينا النو يشتد بالنمسا السفلة وبعد مواجهة عنيفة في محطة القطار مساء الخميس والتي أدت إلى توقف مؤقت في حركة القطارات أصبح أحد المتورطين رهن الاحتجاز الآن والمشتبه به يبلغ من العمري 15 عاما فقط وهو من فينا وتم تصحيح عدد الإصابات بالزيادة وتم اعتقال 6 أشخاص بعد نزاع في وسائل التواصل الاجتماعي بين نمساوي يبلغ من العمري 16 عاما وشاب آخر تم نشوب عراق تم نشوب عراق في محطة القطار وقالت الشرطة أن هذا الأمر تصاعد وانتلع الشجار على منصة انتظار العربات القديمة كما أطلقت عيارات نارية من مسدس وهمي بالإضافة إلى الشاب البالغ من العمري 16 عاما الذي أصيب بجروح خطيرة في الوجه أصيب أربعة شبان آخرين وأصيب سوريان يبلغاني من العمري 16 عاما و18 عاما والتركي يبلغ من العمري 15 عاما ونمساوي يبلغ من العمري 16 عاما بجروح طفيفة في سياق المطاردة تم القبض أخيرا على ستة شبان من بينهم المشتبه به الرئيسي البالغ من العمري 15 عاما وتم القبض عليه باستخدام مسدس الصعق وقال متحدث باسم الشرطة أن الشاب احتجز يوم الجمعة ويسيتم النقل الصبي إلى سجن بينا في يوسف شتط كما تم العثور على ثلاثة خراطيش لمسدس بالإضافة إلى ذلك يقيل أن السكين استخدم للتهديد في النزاع ولا تزال التحقيقات جارية كما يتم مشاهدة تسجيلات من كاميرات المراقبة في محطة القطار اشتركوا في القناة